السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي نواصل مع المحور الثاني Circuit Elements ونتعرض في هذا الفيديو إلى الجزء السادس والأخير لهذا المحور الثاني بعنوان Simple Resistive Circuits ونتعرض خلال هذا الجزء السادس إلى ثلاث نقاط مهمة النقطة الأولى والثانية تشتمل على تجميع المقاومات بالتسلسل والتوازي ويخرج منهما قانون تقسيم الجود أو Voltage Division وقانون تقسيم الطيار أو Current Division ثم ننهي هذا الجزء السادس بأمثلة تطبيقية نبدأ بتجميع المقاومات الكهربائية بالتسلسل Series Resistor في هذا السيركوت عندي مقاوم كهربائي R1 وعندي مقاوم ثاني R2 وقا تجميعهم بهذا الشكل ألاحظ أنه التيار الكهربائي الصادر من مصدر الجهد هو نفسه عندما يمر في المقاوم الأول وفي المقاوم الثاني وحتى أستطيع تعويض المقاوم الأول والمقاوم الثاني بمقاوم واحد وهو هدفنا سوف أبدأ بقانون الأوم ولاحظ أنه قيمة الجهد V1 في المقاوم الأول هي قيمة التيار الكهربائي الآي ضارب قيمة المقاومة وبالتالي V1 هي آي ضارب R1 نفس الشيء في المقاوم الثاني أطبق قانون الأوم وتكون قيمة الجهد V2 تساوي هي قيمة التيار الكهربائي الخارج من مصدر الجهد ضارب قيمة المقاومة وهي R2 الآن سأطبق قانون الكي في أل وهو يعني مجموع الجهد داخل اللوب يساوي سفر عندي في هذا السيركت الجهد الأول جهد المصدر أضفته هنا سالب لأنه اتجاه الدوران هنا للطيار يدخل من القطب السالب ثم أمر فيدخل من هنا من القطب الموجب كذلك في R2 وأضفت موجب وموجب والكي في أل يعني مجموع الجهد يساوي سفر فتكون لي أخرج ال V إلى الجانب الأيمن فتكون V تساوي V1 مع V2 لكن علمنا بقانون الأوم أنه V1 وأعوذ V1 وال V2 بقيامهم في هذا القانون وأتحصل على أنه V هي قيمة التيار الكهربائي ضرب V1 مع V2 بما أنه V1 هي مقاوم كهربائي V2 مقاوم كهربائي يعني أستطيع أن أقول أنه V1 مقاوم كهربائي وهو قيمة اسمها R إكيفلنت والR إكيفلنت هي مجموع ال R1 وال R2 وهنا أقول أنه استطعنا تعويض المقاوم الأول والمقاوم الثاني ال R1 وال R2 بمقاوم واحد اسمه R إكيفلنت قيمته هي R1 زايد R2 وبالتالي أقول أن R1 و R2 موصولا بطريقة السيريز الآن لو أردنا أن نعمم بعدما أخذنا مقاومان بالتسلسل قلنا أنه القيمة الجملية هي مجموع ال R1 وال R2 فتكون ال R إكيفلنت هنا R1 مع R2 الآن في هذه الصورة لو عندي سبع مقاومات بداية من R1 وال R2 في شكل تسلسل ألاحظ أن الطيار الكهربائي يمر في كل المقاومات ونفسه إلى أن يخرج من السالب فأقول أن R1 إلى R7 كلهم in series وبالتالي في لو أعمم عندي R1 R2 إلى أن أصل إلى R N فتكون هنا الآن 10 20 100 أي قيمة فتكون هنا المقاومة الجملية لكل هذه المقاومات هي ليست إلا الجمع بين R1 R2 إلى أن أصل إلى R N وهذا ما يسمى series resistor والخاصية المهمة لهذا أن يمر فيهم نفس التيار الكهربائي أما الجهد في كل مقاوم في يختلف من مقاوم إلى مقاوم حسب قيمة رسيسطانس 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 رسيسطانس